أهلا بكم مشاهدين الكرام دائما في تغطيتنا للألعاب الأولمبيا باريس 2024 من هنا من باريس نستضيف الإعلامي المغربي سعب الهادي الناجي رئيس الاتحاد الصحفيين المغاربة صحفينا الرياضيين المغاربة مساء الخير سعب الهادي الناجي مساء الخير سيدة سيهام نتمنى أن أولا أشد بحرارة على طاقم القناة الرياضية لفي الحقيقة أينما حللنا أو ارسحنا من أجل تغطية أي تظاهر إلا ونجدهم حاضرين فهنيئا للمغاربة بهذه القناة نعم نعيش اليوم العاشر من انطلاق الألعاب الأولمبيا باريس 2024 لحد الآن هناك طبعا المشاركة كل يخرجوا هناك طبعا الحضو دائما متبقية بالنسبة للمشاركين المغاربة شنو ممكن تقول بالنسبة للمشاركة المغربية في الحقيقة المشاركة المغربية يعتبرها الجميع لأنها متواضعة نظرا لأن المشاركة بعض العناصر الوطنية لم تقدم أولا المطلوب منها ولكن فوق طاقتك لا تولام نستغل الفرصة معك سي عبلها دي ناجي كان عرفت تتبع عليك الكرة القدم والشعافة أيضا دي الجماهر المغربية ونحن الأنظر تتجه غدا نحو مدينة مارسي اللي كتحتض المباراة يعني نصف نهائي المتخب الوطني مع المتخب الإسباني بخصوص هذا المباراة الحضو دائما في كرة القدم يمكن تبدو أقوى في الحقيقة كل شي القلوب مشدودة وكلها تترقب هذا اللقاء الذي يعتبر لقاء هاما بالنسبة للكرة الوطنية التي بصمت بصمة عالمية منذ قطر وبالتالي أكدت هذا الحضور شكلا ومضمونا من خلال التواجد الفعلي للعناصر الوطنية التي أبلت البلاء الجيد وقدمت أحسن العروض وأطربت الجماهير التي كانت وكأننا في إحدى المدن المغربية في الحقيقة كنا نصاب بقش عريرة لحظة أولا ترديد النشيد الوطني ولاحظنا حتى الأجانب يرددون النشيد الوطني وهذا حافز من الحوافز المعنوية بالنسبة للعناصر الوطنية من أجل أن تقول كلمتها خلال لقاء النصف ضد المنتخب الإسباني نعم موازين القوى لنقاط القوى للمنتخب الوطني في هذه المباراة سعبة لهذه ناجي كنا نعرف المنتخب الوطني بنجومه بإمكانية التقنية الكبيرة في مواجهة قوية يمكن أقوى مباراة في هذه النسخة من الأولمبياد بين المنتخب الوطني والمنتخب الإسباني يفز عليه المنتخب الوطني في مونديال قطار المنتخب الإسباني نعرف الكرة الإسبانية على المستوى الكبار بتتويج أوروبي أخير الحضود بالنسبة لهذه الفئة المنتخب الأولمبي أمام المنتخب الإسباني أيضا الذي يعج بنجوم من خارجي مدرسة لمسية في الحقيقة أن كل لقاء يخوضه المنتخب الوطني إلا ونقول على أنه لقاء قوي وبالتالي فالحضور القوي دي العناصر الوطنية التي تمارس في أكبر الأندية الأوروبية أعطاها دفع قوية من أجل أن يكون حاضرا وأن يقول كلمته أمام أي منتخب وكانت تلك ربما أعتبروا أن كبوة عابرة أمام أوكرانيا قام المدرب ومن معه بتصحيح الوضع داخل المنتخب الوطني وبالتالي أعطوا صورة ناطقة على أن الكرة المغربية في حالة صحية جيدة وبإمكانها أن تدفر بأهم الألقاب العالمية لاحظنا ذلك من خلال كرة القدم داخل القاعة وفي قاطر كما قلت سابقا وها نحن الآن نبص بصمة رائعة في الألعاب الأولمبية ولما لا ألفوز بالميدالية الدهبية لأن أمننا كبير في هؤلاء الفتية الذين آمنوا بهذه الرسالة الرسالة الدفاع القميص الوطني لأننا لاحظنا بأن كل عناصر هناك انسجام هناك قوة هناك اندفاع هناك حماسة هناك جمهور هناك إعلام فبالتالي وهناك مسؤولون جامعيون حاضرون لأننا لاحظنا بأن لا لقجع رئيس الجامعة حاضر في كل مناسبة وهو الأمر الذي يعطي حافز لهذه العناصر التي تقول كلمتها خلال ما تبقى من التصفيات الأولمبية محطة نصفة النهائية أمام الدعم الجماهري الكبير يعني كلمة أخيرة سعب لهذه ناجي المغرب يمكن المنتخب الوطني أمام فرصة تاريخية لتتويج في هذه النسخة في الحقيقة أولا كل عوامل متوفرة بالنسبة لهؤلاء العناصر أولا هناك حضور قوي بدني وتكتيكي هناك أطور تقنية صاهرة هناك مسؤولون هناك جامعة تقوم بدورها كاملا غير منقص هناك إعلام يحاول أن يحفز ويقوم بدفعة منطقية وقوية من أجل أن أقول هؤلاء الشباب كلمتهم وبالتالي هناك نقطة هامة وكبيرة وأن في إحدى اتصالاتي مع أحد زملاء الصحفيين في بلجيكا قال لي بالحرف بأن الجماهير المغربية كلها ستحج من أجل مساندة القوية للعناصر الوطنية نتمنى الفوز وأملنا كبير في منتخذنا الوطني نعم طبعا بهذه اللغة التفاؤل سعب الهدي ناجي رئيس الاتحاد الصحفيين المغرب شكرا جزيلا لك طبعا سأعود لكم مشاهدين الكرام وكل أملنا وكل قلوبنا مع المنتخب الوطني كرة القدم وبقي المشاركين في بقي المسابقات إن شاء الله تكون ميدالية في قادم الأيام إلى اللقاء